اشتركوا في القناة وكذلك قناته على يوتيوب وكتب منار أسليمي على صفحته بالفيسبوك أنه جرت خلال الساعات الماضية محاولات لاختراق قناته على اليوتيوب وحسابه على الفيسبوك وأضاف منار أسليمي أنه حسب الشخص المكلف بالقناة والصفحة فإن محاولات الاختراق انطلقت من خارج المغرب وليس من داخل المغرب وهو ما يوضح بأن محاولات الاختراق قد تكون بالضبط من الجزائر وخصوصا أن منار أسليمي يتحدث كثيرا عن الجزائر والعلاقات المغربية الجزائرية